شفتوا نقدر نعدل على الأراضي بأما نخفضها ولا نرفعها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصدقائنا الكرام أهلا وسعلا فيكم قناة سلام للألعاب رحب فيكم يا مرحبا بالأصدقاء الغالية اليوم راح يكون عندنا جولة جديدة ونشوف المستجدات اللي موجودة في مزرعة الفارم توقذر الجزء الثاني فخلونا نروح نشوف نشيطة إيش عندها نروح نشوف الأزياء أول شيء هل فتح معنا شيء من الأزياء أوكي هذه بالنسبة للأزياء للأزياء الكاركتر أوكي نروح أوكي فتح معنا زي جديد نعم فتح معنا زي جديد واليوم راح نغير اللبس اللي موجود على نشيطة وأتوقع حتى التسريحة ضابطة معاها والنظارات فيكفينا اليوم هذا الزي ونقول يلا يا نشيطة مبروك عليك الأزياء الجديدة وخلونا نروح إلى المزرعة ونشوف نشيطة وش عندها من أشياء جديدة أهلا 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 بالفلاحة نشيطة يا مرحبا شوفوا أول ما دخلت المزرعة على طول عطوني جائزة 85 ألف من الأموال و86 من الجواهر واثنين لايك تقريبا هذه نحتاجها بعد فترة أهلا وسهلا بنشيطة مرحبا فيكم بمزرعة نشيطة وخلونا الأصدقاء نشوف إيش الأشياء الجديدة اللي موجودة عندنا قبل ما يجينا الليل عندنا لكم مبنى جديد فتح معاي والآن أفكر كذلك المباني الجديدة هذه وين رح يكون مكانها فنروح على المنطقة هذه تقريبا هي الممكن أفضل حاليا أنه نضع فيها وراح أوريكم بشي جديد آه ظهر معنا طبعا هذا المبنى الجديد خلونا نشوفه آه مبنى الجام فاكتوري وهو الخاص بصناعة المربى أو إنتاج المربى رح نضعه في هذا المكان أوكي ممتاز يا نشيطة خلونا نقرب الصورة شوي هذا يحتاج إلى إيش راح يحتاج إلى فواكه فإحنا راح نغذيب الفواكه ولكن راح ننتظر وش راح يعطينا كم راح ياخذ وقت أخذ من عندنا ثلاثة كمثرة وراح يطلع لنا جام اللي هو المربى أوكي ممتاز طيب وعندنا حاجة جديدة أصدقائنا بعد كذلك فتح معاي الآن زراعة العنب مثل ما أحنا نشوف العنب بروعته والآن أحتاج إلى الحصاد وخلوني يوريكم طريقة الحصاد الجديدة اللي إحنا راح نقوم فيها دايما وهي هذه الطريقة وبإمكاننا كذلك نزرع على طول مباشرة لما نقوم بالعملية هذه شوفوا كيف طريقة جدا سهلة كل الحقول عملت لها مشايات بمحيطها حتى نقدر مشي التركتور بالطريقة هذه بكل سهولة ما راح يعمل لنا حقول زيادة برا أوكي بعد إيش باقي عندي باقي عندي وهنا عندنا بعد كذلك زراعة الفستق فتح معاي طبعا بعد ما تجاوزت اللفل 26 افتحت معاي المميزات الجديدة هذا هو الفستق مثل ما احنا نشوفه الآن معانا جدا رائع وراح نقوم الآن بالحصاد ويلا يا نشيطة عملية الحصاد هو المفروض اني على طول حصاد وزراعة وراح اوريكم الآن كيف الآن عملية الزراعة والحصاد على طول ومباشرة راح اوريكم إياها الآن ونشوف نختار واحد من الأشياء الضرورية اللي ودنا نزرعها عندنا الخيار راح يجينا عليه مهمة الآن شوفوا راح اقوم بعملية الزراعة وعملية الحصاد شوفوا على طول على طول على طول زراعة وحصاد زراعة حصاد زراعة حصاد على طول طريقة جدا رائعة اوكي على طول الآن هنا زراعة لاننا حصدنا وخلصنا من عندها اوكي ايش باقي عندي باقي عندي اللم بردي كباج واللي هو هذا راح بعد كذلك نزرع الخيار طالبين من عندي كم خس الخس 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 طالبين من عندي ثمانين وأنا إلى الآن تقريبا خلصت أربعة طالبين مني ستين وأنا زارع زارع أوكي زارع عدد كبير خلوني أزرع الخيار الآن كذلك عندنا مهمة لا ما عندنا مهمة إلا عندنا مهمة للخيار لزراعة الخيار وخلونا نحصد على طول ونزرع على طول مباشرة مباشرة طبعا طريقة هذه جدا سهلة وخلوني أخلص مهمة زراعة الخس وهي بالحصائد خلص الوقود المنطقة هذه بنيت لي فيها كذلك خزان وقود إضافي فالآن الوضع أفضل من أول شوفوا كيف راح نقوم مرة ثانية الآن بالزراعة ونكمل ونواصل مشوارنا بالزراعة جدا سهلة الطريقة صحيح هي شوية تستغرق من عندنا وقود أكثر خلوني أوريكم الآن كيف راح أرتب الحقل هذا الحقل هذا بيكون حقل ضخم فأحتاج الآن إلى إضافة ثلاثة أسطر مثل ما أنتم عارفين التركتور ياخذ ثلاث أسطر وهو ماشي وعندنا هنا ثلاثة وعندنا هنا أثنين فراح أزود حقل زيادة الآن يدوي بطريقة يدوية وبعدين أقوم بزراعته ونعمل له كذلك تطوير بنعمل له محيط علما بأن الآن عندي هذا جديد بس لكنه بعشرة هذا بمجوهرتين هذاك بمجوهرة خلونا شوي نسوي وهذا الخشبي بثلاث مجوهرات إيش رايكم نضع هذا الخشبي خلوني أجرب معاكم الآن والله نوع ما أوكي حلو والله نوع ما حلو خلونا نمشي نشيطة شوفوا الطريقة السريعة هذه راح تكفلنا السرعة بدون التوقف وراح نعمل محيط كامل لهذا الحقل ويعتبر هذا مثل السياج وراح نعملها بعد كذلك حاجة ثانية شوفوا كيف بكذا إحنا نحافظ على التركتور لما يشتغل بطريقة أنه يتحرك موفينج أو يمشي بطريقة مستقيمة ويحصد ويزرع مرة واحدة ما يخبط النشغل في طرق كثيرة لللعبة تقدر تعملها أوكي أصدقائنا جاء الليل الآن طبعا راح نختفي في الليل نشيطة راح تروح لمسكنها وتنام خلاص خلصنا الآن في حاجة ثانية بعد ودي أوريكم إياها وهي السياج العادي إحنا بإمكاننا نضع هذا السياج وبإمكاننا نضع هذا السياج وكلهم راح يجون حلوين وكلهم راح يجون رائعين للمزرعة طبعا في سياجات هناك بأسعار غالية وأنا ما ودي أحط هذه السياجات شوفوا كيف الآن وفيه كذلك تطور جديد بأن المزرعة أضافوا كذلك إنارة فوق اللاعب وهي مثل ما إحنا نشوفها الآن مثل الفراشة تعمل لنا نور بإمكاننا كذلك نتزود بالنور داخل المزرعة الليل صعب والواحد يسهر في الليل ويشتغل في النار صعب نشيطة تنام والصباح نلتقي معاكم نشوف إيش المهام اللي موجودة عندنا صباحا على طول للنوم يا نشيطة على طول أوه أضافونا بيانه خلونا نضع هذا البيانه ونشوف هل بإمكان نشيطة تلعب على هذا البيانه أها شي جديد وعندنا هنا إيش أها نوتا يا سلام يا نشيطة أوكي أصدقاء نتسبحون على خير مع السلامة يا صباح الخير يلا يا نشيطة يلا يلا أهلا 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 وسهلا بالأصدق باح الخير أهلا وسهلا بالأصدقاء صباح الخير أصدقائي المتابعين أوكي خلونا نشوف الآن اللوحة الخاصة بنشيطة أو بنشيطة جاهزة استلمناها وتوقع كانت في مهمة عندنا والآن نبتدي أوه فتح معانا الآن لوحة ثانية كانت عندنا هذه اللوحة وهذه اللوحة الآن فتح معانا هذه اللوحة الديفيديل بنتينج وعندنا اللوحة هذه اللي هي ويند مايل اللي هي الطاحونة الطاحونة الهوائية ولكن لابد ننتظر ونشوف إيش المتطلب علينا من المهام خلونا نروح خلي نشيطة تاخد دش صغير وبعدها على طول راح تطلع بملابسك عاد بملابسك يا نشيطة أوكي وتخلص هذه أتوقع أنا لابد أني أغير مكانها وأنا توني أذكر بأن في خطأ عندنا كبير ارتكبناه بأن هذا مكانها في المطبخ أيوه هنا هنا مكانها فما أتوقع هي للحمام أعزكم الله فهي المطبخ لغسيل الصحون يلا يا نشيطة يا كسلانة هل الآن بان معانا طبخة زيادة خلونا نشوف هل في وجبة زيادة نعم الآن عندنا وجبة كعكة كاروت كيك اللي هي وجبة كعكة الجزر حلو ممتاز 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 نشيطة والله بدأ التطور يمشي معها نشيطة مثل السلام عليكم إيش باقي معانا النوتة باقي باقي المعزوفة نعزف شوي هذه قاعدة تحطينا أشياء الأشياء هذه أنا محتاجها وين تتوقعون وين أنا محتاجها محتاجها خلوني أعمل الأشياء هذه لأن هذه الأشياء راح نحتاجها بتطوير حاجة موجودة عندنا في القرية أوكي للفطور يا نشيطة يلا فطور نشيطة الرائع دائما وياكم متفضلوا معانا خلونا نقوم بعملية الحصاد الآن للجزر لأنه مطلوب عليه مننا عندنا مهمة خلصناها أتوقع آآ باقي عندنا مهمة الخيار خلونا نشوف المهام اللي موجودة عندي هذه هي المهام اللي موجودة عندي عندي الجيرسي جايينت اللي هو الدجاج الضخم وعندنا هنا البيتش تري البيتش تري مطلوب علينا عشرين لا بد أشوف البيتش تري هذي ايش وهذي عندنا ايش هذي خلصناها ولا لا آآ آآ أسترولوب دجاج بعد مطلوب علينا خمسين وعند الدجاج هذا بعد راح راح أشوف البيتش تري هذي كيف وضعها كيف نحل موضوعها اللي هي شجرة البيتش واحد من أنواع الفاكهة أوكي خلصنا الدجاج لا والله ما خلصناه إلا خلصنا الدجاج إش باقي عندي الآن زادت المهام معاي هذه البيتش تري ناقصني ثلاثة وخلونا الآن الخيار مطلوب علينا مهمة مثل ما إحنا نشوفها الآن ونقدر نزرع بدالة المفروض نزرع بدالة على طول أوكي خلني أوقف أول شي راح أحتاج وقود أتوقع رح ناخذ الوقود مرة واحدة اللعبة هذه لعبة فارمتو قذر تعتمد على الكثير من المهام والمهام تعطيك مثل الشرائط الوردية شرائط الوردية هذه هي اللي تقدر تفتح فيها المباني وتفتح فيها التطويرات خلونا نشوف إيش راح نزرع راح نزرع راح نزرع راح نزرع الخس البطاطس الخس والله الخس الخس لأنه راح يكون طعام للأبقار شوفوا راح على طول تعمل زراعة وتعمل حصاد تعمل حراثة وتعمل زراعة من جديد وتعمل كذلك السقي دفع وحده بالطريقة هذه الرصيد تجاوز المليون ومئة واحنا نبغى نوصل إلى مليون ونص من الأموال والله هذا صار رائع الحقل وما زلت يعني أحتاج إلى تطويره أكثر بالزينة اللي موجودة هذه وعندنا حاجة بعد ودنا نوريكم إياها اليوم حتى نعرف اللعبة وين رايحة اللعبة فيها إضافات كثيرة طبعا هذا على شكل خشبي ولكنه أتوقع أنه النوع من أنواع السيراميك الرائع مثل المشاي الآن اللي موجود عندنا بمحيط هذا الحقل أيوة الآن الحقل صار مزين والحقل مرتب ترتيب صحيح أوكي قبل الليل خلونا نوريكم حاجة ضرورية هي المرتفعات اللي بإمكاننا إحنا نعملها في المزرعة بحاول أعملها انخفاض عندنا خاصية موجودة هي اللاندسكيب أو التغيير هل إحنا نقدر نعمل هذه غراس فقط هنا زراعات هنا نعمل رقعة طين هنا نعمل رقعة حوض هنا نعمل رقعة رمل هنا نعمل زيادة ترفيع وأنا ما ودي بالترفيع لأن الترفيع ما أبغيه أنا ودي يكون منعكس للانخفاض أوكي هذا هو التخفيض أها شفتوا نقدر نعدل على الأراضي بأما نخفضها ولا نرفعها ولكن راح ياخذ من عندنا مجوهرات وراح ياخذ من عندنا طبعا تقدر تخفض حتى إلى يعني مسافات أوكي كم راح ياخذ من عندي عشر مجوهرات فقط أوكي ممتاز خلونا نعدل الحقل هذا الآن هنا في منخفض في مرتفع في أماكن أنا أساسا ما هي عاجبتني خلونا نطلع الآن نعمل نرجع ونعدل مرة ثانية وهذه الطريقة اللي قلت لكم عنها أما انخفاض ولا بالزد نعملها خلاص خفضنا الآن وكملنا الشغل وصارت المنطقة هذه الآن جدا رائعة مثل ما احنا نشوفها لأني كنت منزعج من الأماكن اللي كانت مرتفعة وأماكن من خفضة نشوفكم على خير بإذن الله أيها الأصدقاء ونستودعكم الله ومع السلامة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة